في مصر هناك كان هناك بعض التقارير الصحفية تنشر خلال مواسم المضيح حول محاولة أتلتكو مدريد في التعاقد مع محمد صلاح هل فكر أتلتكو مدريد في أي من الأوقات التعاقد مع محمد صلاح؟ محمد صلاح هو لاعب كبير ونحن بدون أي شكل لم نحاول التعاقد معه كل مدرب لديه نظام التعاقدات الخاص بي ولكن في الوقت الحالي لم تحدث أي مفاوضات هناك الكثير من المفاوضات تحدث مع اللاعبين ومع وكلاء اللاعبين في هذه الفترة ولكن لم تحدث أي مفاوضات عايز عليك على حزوز المنتخب الأسباني في بطولة تليورو القادمة هل تتوقع أن المنتخب الأسباني يقدم شيء كبير ويصل في النهاية لكأس البطولة؟ نعم أعتقد أن إسبانيا ستقدم بطولة كبيرة نمتلك منتخب كبير ونحن فريق شاب للغاية ولدينا مدرب جيد للغاية يعرف اللاعبين جيدا وهناك ثقة كبيرة في إمكاناته وأعتقد أننا سنقدم مستوى كبير وسيكون لدى ندور كبير في بطولة أوروبا بطولة كأس العالم للأندية العام القادم بنظامها الجديد في 2025 رأيك إيه في نظام البطولة لاستحدثتها الفيفا مؤخرا؟ أعتقد أنه نظام جيد وطريقة جيدة لتنظيم بطولة كبيرة مثل هذه للأندية ونحن سعداء للغاية بالمشاركة فيها لأننا سنشارك في البطولة ولأنك ستتحدث عن أفضل الأندية التي ستشارك في هذه البطولة بالمناسبة ألفارو مراتو مراتا هل في كلام حول يوفينتوس؟ ألفارو مراتا مراتا لعب الفريق المهاجم الرائع جدا مراتا لعب في أتلتكو مادريد وأعتقد أنه سيكون لعب في أتلتكو مادريد لسنوات عديدة نيكي سريزو الرئيس الحالي لنادي أتلتكو مادريد أنا بشكر حيك شكرا جزيلا على هذا اللقاء على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 تشرفنا جدا بتواجهة حضرتك